وفقا لأحد أهم مؤشرات القياس الدولية أظهر مؤشر التنفسية الصادر عن المنتدى الاغتصادي العالمي تحصن مركز دولة الكويت في العام الحالي وتقدمها مرتبتين بعد تمكنها من تخطي مستوى الأداء الذي سجلته في عام 2017 ولفتت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إلى أن الكويت سجلت أكثر من 62% من النسبة المئوية التي ارتفعت هذا العام بواقع 15% عند مقارنتها بالسنة الماضية مشيرة إلى أن التغرير السنوي الخاص بالتنفسية العالمية أدرج الكويت للمرة الرابعة عشر على التوالي كما أوضحت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن مؤشر التنفسية والذي يعاد من أهم المؤشرات العالمية شهد تغيرا جوهريا لقياس سير تقدم الدول في تعزيز الانتاجية المحافزة للنموة الاقتصادية المستدام ضمن 12 ركيزة تشمل أربعة محاور هي البيئة المواتية ورأس المال البشري والأسواق ومنظومة الابتكار من جهتها أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها حسنت أعمالها في ثمانية مؤشرات من مؤشرات تغير التنفسية العالمية لعام 2018 الأمر الذي ساهم بترقية تنفسية الكويت للمرتبة الدولية الرابعة والخمسين وأوضحت الوزارة أن المؤشرات الثمانية تمثلت في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخف تكلفة إنشاء المشاريع التجارية الجديدة والوقت المتطلب لإنشاء المشروعات الجديدة وانطباع المستثمرين تجاه خطورة المشاريع الجديدة والرغبة في تفويض السلطة ونمو الشركات ذات الطابع الابتكاري والشركات المتبنية للأفكار المدمرة وحماية حقوق الملكية الفكرية بدورها قالت هيئة أسواق المال إن مستوى تنفسية الكويت يشير إلى تحصنها في أكثر من نصف مؤشرات التقييم واستقرار اقتصادها الكلي وتعزيز مقومات عدة بعضها يتصل بأنشطة الأوراق المالية والبعض الآخر يتعلق بالحوكمة ومنع تضارب المصالح لحماية المساهمين من إجراءات سوء استخدام أصول الشركات بهدف تحقيق مكاسب شخصية ترجمة نانسي قنقر